موسيقى أسعد الله أوقاتكم من فضاية العراق التربوية عزائي الطلاب أقدم لكم اليوم درس من دروس الحاسوب في رحلة مع حلول أسئلة الفصل الأول الدرس الأول الوحدة الثانية عزائي طلابنا وهذا يعتبر مراجعة لما درسنا في الفصل الأول الدرس الأول وياي إن شاء الله على الصبورة أو على اللوحة نبدأ بالبداية السؤال الأول عدد أهم الأجهزة التي يعمل عليها برنامج معالج النصص في البداية ملاحظة بسيطة أنه السؤال كتب باللون الأحمر والجواب باللون الأسود نرجع على اللوحة يتوفر هذا البرنامج في أجهزة الحاسوب الأجهزة اللوحية التابلت والهواتف الذكية سمارت فون السؤال الثاني وضح بخطوات كيفية فتح مستند معد مسبقا من قبل شركة المايكروسوفت في برنامج مايكروسوفت وورد هناك أدة خطوات حتى نتمكن أن نوصل لفتح ملف معد مسبقا من الشركة وذلك بالذهاب إلى الضغط أولا على قائمة ملف الفايل ثم نضغط تظهر عندنا عدة خيارات نختار الأمر سنلاحظ أنه في الجهة اليمنى ستكون هناك أحد المستندات التي أعدت مسبقا هي طبعا ستكون مجموعة راح نختار الشكل اللي إحنا نريده ثم نضغط على المستند اللي تم اختياره من خلال الأمر نختار فتح قالب معد من الشركة عزائي طلابنا في التطبيق العملي عندما نفتح برنامج الورد راح يكون عندي أنه قائمة الملف بها عدة خيارات فأول خيار راح يكون عندي بالبداية الأنفو ثم نيو من نيو راح عندما أضغط راح تظهر عندي بالجانب الأيمن القوالب اللي خاصة بالشركة المايكروسوفت أختارها ثم أعمل create السؤال الثالث وضح بخطوات كيفية إنشاء مستند جديد blank document في برنامج معالج النصوص ms word أيضا نضغط على file ملف ثم نختار من عدة خيارات نختار الأمر new جديد ثم في الجهة اليمنى ستظهر عندنا هناك طبعا المستند اللي هو blank document ثم نعطي أمر create السؤال الرابع هل هناك طرق أخرى لفتح برنامج معالج النصوص ms word نعم أزاي طلابنا هناك عدة طرق غير الطرق الرئيسة التي ذكرت في الكتاب من هذه الطرق إنه من خلال القائمة المختصرة أضع الماوس على سطح المكتب right click أو نضغط الزر الأيمن تظهر عندي عدة خيارات أختار الأمر new ثم microsoft word هذه هي أحد الطرق الطريقة الأخرى من خلال تثبيت البرنامج على شريط المهام taskbar أسفل الشاشة وكذلك أيضا يتم من خلال الضغط على قائمة start ثم نختار البرنامج اللي هو microsoft word ثم نضغط right click أو الزر الأيمن نختار pin to start هذا الاختيار سوف يضع لأيقونة البرنامج على شريط المهام من خلالها يمكن فتح البرنامج في كل مرة إذن أصبحت عندي طريقتين وهي من خلال قائمة المختصرة لسطح المكتب ومن خلال قائمة start هذه الطريقة الثانية نجي على أسئلة التفكير الناقض وضح بخطوات كيفية حفظ التعديلات على مستند محفوظ سابقا في مكان جديد باسم جديد في البداية نركز ونتذكر أنه الأمر save as موجود في قائمة file ملف إذن نرجع نضغط على القائمة file ملف تظهر عدة أوامر نختار الأمر save as ثم ننقر على زر المستعرض لbrowse تظهر أيضا نافذة تستعرض لي مجلدات أماكن الحفظ في الحاسوب ممكن تكون desktop أو document أو غير مكان آخر حتى يتم بحفظ الملف إذن من خلال الbrowse راح أحدد مكان الحفظ في الحقل عندما تظهر عندي قائمة تظهر عندي حقل باسم file name اللي هو اسم الملف أعطي للملف اللي أريد أخذنا باسم جديد اسم جديد للملف ثم أسفلها راح يكون عندي file type اللي هو نوع الفايل أختار نوع الملف هنا راح يكون عندي نوع الملف أما بشكل pdf اللي هو نص غير قابل للتعديل أو بشكل راح يكون عندي document مثلا يعني بشكل صورة أو يكون بشكل مستند document وهكذا فإذن نحددها من خلال file type ثم ننقر على الأمر save حتى يحفظ لي التعديلات السؤال الآخر من أسئلة التفكير الناقد عدت فقط أهم الأوامر التي تحويها قائمة الملف نأخذها بالتسلسل عندما نفتح قائمة file أو ملف سوف تظهر عندنا الأوامر التالية أولا الأمر معلومات مختصرها info ثانيا الأمر جديد new هذا لفتح ملف جديد ثالثا الأمر فتح open هذا لفتح ملف مخزون سابقا ثم الأمر حفظ للحفظ أول مرة ثم خامسا الأمر حفظ باسم save us وذلك راح يكون حفظ باسم جديد ثم خزن التعديلات عليه الأمر الآخر رقم 6 هو الأمر طبع هذا الأمر يستخدم أو يمكن حينما أريد أن أطبع document عندي أو ملف على الورق من خلال file print اللي هو طبعه ثم الأمر إغلاق اللي هو close وحتى أوضح حتى أوضح الكومية أنه هو close راح يغلق التطبيق العفو راح يغلق الملف لكن ما راح يغلق لي البرنامج الأساسي اللي هو المايكروسوفت ثم نجي على السؤال الآخر عدد أهم التبويبات التي يحويها شريط التبويبات tabs bar راح نبدي من اليسار إلى اليمين ناخذها بالتسلسل هي طبعا بشكل مختصر تذكر بشكل مصطلحات لكن راح أوضحها بشكل مبسط كل وحدة على حدة أولا الفايل اللي هي الملف وهذه القائمة اللي ذكرناها قبل قليل القائمة الأولى اللي بيها جديد بيها new جديد بيها حفظ بيها open بيها save us بيها print وبيها close ثم نأتي على التبويب الثاني اللي هو الhome الصفحة الرئيسية الذي يحوي مجموعة التبويبات تحوي أيقونات تقوم كل وحدة بمهام معينة ثالثا الinsert insert بمعنى إدراج التي تحوي مجموعة مهام خاصة بإدراج الرموز والصور والأشكال والجداول وغيرها ثم قائمة عفوا تبويب design تصميم واللي من خلاله أيضا يحوي على تبويبات كثيرة على سبيل المثال منها تغيير لون background أو الخلفية الخاصة بالملف وكذلك عندما أريد أنزل الصور وكل ما يتعلق بإطار الصور والفورمات تنسيقات الصور وغيرها ثم عندي lay out هنا أنا راح يختص بالأمور اللي تخص الparagraph وكيفية ترتيب يعني الورقة الخاصة عندي من ناحية السايز من ناحية الهوامش من ناحية يعني أن تكون portrait أو تكون بشكل أفقي وهكذا وعندي references المراجع وهذه أيضا أحتاجها إن شاء الله في مسائل البحوث والmailing كل ما يخص الرسائل الموجودة عندي في الملفات review اللي راح تكوني عادة مراجعة وهي أيضا بها طبعا عدد من التبويبات الكثيرة التي ممكن أن تخدمني حتى في مجال عندما أريد أحرر وثيقة أو أحرر بحث معين أو أحرر كتاب أو أحرر أي ملف خاص وأيضا عندي view اللي هو العرض وهذه التبويبات تخص طرق طبعا طرق العرض طريقة عرض لأن يكون صفحتين أو أكثر وهكذا هذه مجموعة التبويبات خاصة بتابس بار يجب على الطالب أن يحفظها كما هي في مصطلح بشكل لغة إنجليزية وحتى أتمكن من عدها طلابي الأعزاء أحاول أجيب ورقة وقلم وأكتبها بالترتيب يعني هي أساسا يجب أن تحفظ بالترتيب لأنه عد ما نفتح برنامج المايكروسوفت وارد يجب أن يكون ترتيب بمعنى أنه ما يصير أقدم الhome على الفايل يعني ترتيبها يأتي من اليسار إلى اليمين إذا كان باللغة الإنجليزية ومن اليمين إلى اليسار إذا كان باللغة العربية فعنده هي هذه الفايل الhome الانسيرت ديزاين ليأوت ريفرنسز ميلين وريفيو وفيو نلاحظوا إياه بالنسبة لبرنامج المايكروسوفت وارد فايل هوم انسيرت ديزاين ليأوت ريفرنسز ميلين ريفيو فيو أي وحدة أنقر عليها راح تتغير التبويبات إن شاء الله نأخذها بالتفصيل بالدروس القادمة نعم فهناش راح يكون عندي هذه هي التبويبات تخدمني في تحرير سواء مليف أو دوكومنت أو وثيقة وغيرها في كل وحدة أرجع وأكرر إنه التبويبات تكون مختلفة وهنا نرجع على الفايل حتى يكون تقريبا أشبه بالمراجعة أخذنا بالترتيب الانفو نيو أوبن سيف سيف أز برينت شير إكسبورت كلوز أكاونت أبشن عزائي طلابنا أتمنى أنه وفقت في حل أسئلة اللي هي تعتبر مراجعة وليست أسئلة الفصل شكرا جزيلا لكم أتمنى لكم طيب الوقت وإن شاء الله ألتقيكم في دروس قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة